في شمال غرب سوريا وعلى الأرض تقاسم للإدارات تجمعه أزمة واحدة هي رغيف الخبز هذه المرة من مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة التي أعلنت في الفترة الماضية بيع ربطة الخبز المدعوم من قبل المجلس المحلي في إعزاز بسعر ليرتين تركيتين لوزن 800 جرام ست مشكلات تواجه المجالس المحلية في الحكومة المؤقتة بالتزامن مع الانخفاض المتواصل لليرت التركية وتخطيها حاجز 16 ليرة للدولار الواحد في الأيام الماضية حددها المدير العام للمخابز في مؤسسة الحبوب علي العبيد كان من أبرزها غياب الجهة الرقابية لضبط الجودة والسعر والاعتماد على دقيق الإغاثة بنسبة 70% تقريباً والتسعير على أساسه والإشكاليات في التوفر والسعر التي تبدأ عند انقطاعه وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري أشار إلى مشكلات أخرى تواجه قطاع الخبز في شمال سوريا منها استحواذ بعض التجار على كميات كبيرة من الخبز المدعوم وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة والإتجار بالدقيق وعدم خبز كامل كميات الدقيق المتسلمة واتفاع التكلفة خاصة مع عدم توفر المياه التي يحتاج إليها القمح ويبلغ عدد المخابز التي تستجر الطحين من مطاحن المؤسسة 103 مخابز أنتجت خلال التشرين الثاني الماضي 550 ألف ربطة خبز بوزن 700 جرام وكانت تباع بليرة تركية للربطة الواحدة لكن الوزير المصري أكد أنه بسبب الخسائر الكبيرة والخوف من عدم استمرارية عمل المؤسسة العامة للحبوب صارت تباع بليرة تركية لوزن 600 جرام لتصل إنتاجية المطاحن إلى ما يقارب 160 طن وتؤمن الحكومة المؤقتة القمح من المؤسسة العامة للحبوب كما تشتري القمح المحلي من المزارعين بشكل مباشر أو تحصل على قمح مستورد تقدمه بعض المنظمات ففي منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة لم يكن هناك إنتاج للقمح على الإطلاق العام الماضي كما لم يكن هناك قمح كاف في منطقتين إعزاز وجرابلوس بريف حلب أما في شمال الرقة فكان الإنتاج مقبولا إلى حد ما لذلك قامت الحكومة المؤقتة بشراء قمح من تل أبيض ونقلته إلى مناطق ريف حلب الشمالي عرقيل كثيرة تقف في وجه إنتاج رغيف الخبز بدءا من تأمين بذور القمح والمبيدات والوقود مرورا بصناعة الطحين ووصولا إلى ربطة الخبز تشغل بال الأهالي في سوريا كلها والشمال السوري بشكل خاص